من 12 إلى 16 الشهر سنقرأ للبرج صاحب العيون السحريات القادر من خلالهن كسب القلوب الأشخاص اللي حوله لدي طاقة روحانية عالي جدا قادر من خلالها توقع الأحداث القادمة أو تنبؤ في الخطر قبل حدوثه أكيد أنا بحكي عن البرج المائي برج الحوت الرجاء من الجميع اللايك التجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسون بالاشتراك ومهم جدا أن يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى طبعا للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت سوى الفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات وبتشكركوا يا أصدقائي على التعليقات الرائعة جدا اللي بتكتبوا لي إياها لنرى يا أصدقائي كفي الأحداث القادمة ستكون معولود برج القحوت بإذن الله تعالى ستنشغلون بضبط ميزانيتك بسبب ويزداد عليكم أعباء الحياة من النفقات والمصاريف فهذا الموضوع بخليكوا تركزوا على فقهات المصاريف المطلوبة منك اليومية والشهرية وسيكون هدفك التقليل من هذه النفقات والمصاريف فستنجح بهذا الهدف بإذن الله تعالى استقلل العديد من المصاريف لك المال الهنداعي من الأساس من ناحية أخرى ينصب اهتماماتكم على الرفع من دخلك المادي وستصنع بعض الفرص الرائعة جدا الاستثنائية ستحصل على بعض المكاسب المالية يكون أغلبها من أعمال خاصة أو أعمال مشتركة بينك وبين الأشخاص الآخرين لا تتردد يا مولود برج الحوت أنك تحكي الأفكار والمشاريع التي تدور في رأسك وتحكيها للأشخاص اللي من حولك لأن هناك العديد من الأشخاص اللي سيحاولوا أن يتقربوا منك بهدف أن يكونوا شركات إليك وإلهم تعود بالنفع وبالدخل المادي الجيد أما العازمون تزداد شطاتهم الاجتماعية وخصوصا على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتساب وأشياء من هذا القبيل وتتلقى ملشوراتهم لعديد من الإعجابات من أصدقائهم الجدد وأصدقائهم القدامى لعتغلق الباب أمام الفرص الجديد يا مولود برج الحوت قد تلاقي شريك حياتك أو توأمك الشعر وخصوصا لمنفصلون والعازبون هناك شخص رح تتعرف عليه من خلال مواقع التواصل رائع جدا وصفاته زي صفاتك زي اللي بتشعر أنه في بيناتكو إشي مشترك فهو يبادلك نفس الشعور سيحاول أن يتقرب منك بهدف أن يكون معك علاقة عاطفية إن شاء الله يكون نهايتها الزواج الصالح أما الأشخاص اللي عندهم يشريك حياة مستقبلي كيف يشريك حياة مستقبلي يعني بيكون فيه شخص لاتفق إنتوية على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل فالفترة مناسبة جدا لإثمام زواج ناجح وخصوصا أن نقترب موعد الزواج بينك وبين الحبيب أنا بعرف بعض الأحيان تشعر بنار الغيرة وتحس أنه مراتا فيه عند الحبيب علاقة ثلاثية لا تستمع للحكي اللي بنحكى عن الحبيب فكله ما في منه مصداقية أو صحيح أو دريل قاطع فلا تخلي نار الغير والشك يوكل قلبك بل واجه هذه المشكلة بصراحة الحبيب تقوله عن كل هذه الأسئلة التي تدور في رأسك ولما يتحدث أنصت إليه جيدا أنت قادر من كلمة وحدة تعرف ماذا يدوره برأس الشخص اللي أمامك وهذه طريقتك الرائع جدا ومن أهم صفاتك فأنت من أذكى الأبراج أما المتزوجون هناك بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين الشريك بسبب أحد الأشخاص من أفراد العائلة وخصوصا الأشخاص اللي عندهم أبناء يسبب لكم اختلاف بالأراء بينك وبين الشريك هذا الموضوع يؤثر على علاقتكم مع المدى الطويل حاول قدر المستطاع لا تتناقش أنت والشريك أمام أفراد العائلة بل تكون انتوية لحالك وسعي تتناقش معه بكل أريحية بدون ما يستمع الأولاد بهذه الطريقة راح تقدر تسيطر على الشريك وتحقق أهدافك التي تسبوا إليها منذ زمن فحاول قدر المستطاع أن تكون قريب جدا من الشريك وتنهي كل الخلافات والنقاشات الحادة علشان ينزح الغباش عن عيونك وتعرف صديقك من عدوك وخصوصا هناك أشخاص قريبين جدا من الشريك سيحاولوا زرع الفتنة والمكائد لكم وذول الأشخاص ما راح يتوانوا أنهم يقوموا بأعمال ما خلف الطبيعة مثل الأعمال السحرية والأعمال السفلية بهدف أذيتك ويصير انفصال الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه أما في الأمور الصحية قد تنشغل بوعك الصحية لأحد الأشخاص المقربين من حولك وهو عزيز جدا على قلبك وما راح تتردد أنك تساعده بأي إشي تقدر عليه إذا كان الأمور معنوية أو مالية ما شاء الله عليك يا أصدقائي وأنتم أصحاب الجمال الثنائي من الداخل ومن الخارج من الخارج دائما بتكونوا بقمة الجمال والأناقة ومن الداخل ذو أخلاق رائعة جدا ومساعد دائما بالآخرين أما بالنسبة لموجود برج الحوت قد يتعرض لبعض الأعراض أيضا الغير اعتيادية مثل إرهاق جسدي شديد ولما تصحى من النوم زي لمش قادر تصحى وبتحاول أنك ترجع للنوم وما تذهب لأعمالك التي انت قائم عليها هناك العديد من السفرات القصيرة والتنقلات بين المدن يكون أغلبها أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي لانت قائم عليه وأيضا هناك العديد من الدعوات من الأصدقاء المقربين من حولك أو أفراد العائلة ستكون بهذه اللقاءات بقمة الجمال والأناقة زي عوايدك زي ما حكيت لك بأول الحلقة وأيضا متحدث بطريقة ذكية جدا بتلفت فيها اتباه الجميع إليك فلن تكون وحيدا بالفترة القادمة بل سيلتف الكثيرين حولك طالبين دعمك لهم أو منحهم الطاقة فلن تكون وحيدا بالفترة القادمة بل سيلتف الكثيرين حولك طالبين دعمك هذا الشخص راح يكثر من الدعوات لك أنه يساعدك لو حتى عن طريقة الدعاء والله دعواته ستكون مستجابة فلا تتردك تحكي له الأفكار والطاقة التي تتسبق إليها وخليه لك فيهن وإن شاء الله دعواته ستكون مستجابة ستنشغلون أيضا في الأمور المنزلية مثل مشتريات جديدة أو تحديث المنزل اللي أنت قائم عليه أو تغيير الأثاث أو أشياء من هذا القبيل أو ديكور المنزل حاول قدر المستطاع أنك لا تتصرف بأي مبلغ كبير يا مولود برج الحوت لأنه أعلم أنه الفترة القادمة بالذات من 12 عفوا من 12 إلى 16 الشهر ستكون فيها تراجع في الأمور المالية الكبيرة ستتعامل فيها وخصوصا لما تأمن لأي شخص من اللي حولك لأنه هناك شخص بستنى بس تسهى عن أي شيء من مطلقاتك ما رح يتردد بسرقتك أو سرقة إشي من مطلقاتك الخاصة في مثل جميل يا أصدقائي شو بقول المثل حرّس ولا تخوّن يزداد رغبتك في السفر إلى دولة أخرى لأنك تشعر أنك في الدولة اللي أنت قائم عليها ما رح تقدر تحقق أهدافك وطموحاتك التي تسبو إليها هذا الموضوع بيخليك تركز على أمور السفر وستسأل بعض الأشخاص من مواقع التواصل لدول المجاورة وتطلب منهم أن يبحثوا لك عن فرصة عمل بالدول القائمين عليها كلهم رح يحكوا لك رح نبحث لك يا مولود برج الدلو ولكن عفوا يا مولود برج الحوت ولكن كله حكي ما في منه أي صحة حاول التركيز على موضوع الهجرة لأنه يدعمك هذا الحظ في الأمور السفر عن طريق الهجرة وأيضا الأشخاص المقبئة عن امتحانات داخلية أو خارجية رح يبلوا بلاء حسن ويحققوا نتائج رائعة جدا بيفتخروا فيها أمام الأصدقاء وأفراد العائلة وأيضا تلقوا اتصالات رائعة جدا كتهنئة على هذه الإنجازات في الأمور الدراسية رح تبلوا بلاء حسن وستتفوق على جميع الزملاء اللي من حولك أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة تتاح لهم بعض الفرص الرائعة جدا الاستثنائية وخصوصا كمدلة من الأصدقاء أو أفراد العائلة فلا تتردد أنك تنتهز هذه الفرص وتدفع بمصالحك إلى الأمام اعلم يا مولود برج الحوت إن هالفرصة عبارة عن وقت قصير ريابة لحقها يا راحت عليك بس لا تقعب فخ التسرع لنكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر اللي ما بيحالفوا الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون أحد الرابحين معي بهذه القراءة أما للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت سواء الفيديو بصندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات أما الأشخاص تربح معي قراءات خاصة قراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفياً ومهنياً توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى وملئة بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي إن شاء الله سيكون القادم بإذن الله تعالى أحسن وأحسن موسيقى